تعتزم مجموعة شيل للطاقة بيع حصتها البالغة نحو 37.5% في مصفات تكرير النفط PCK في مدينة جفيت شرقي ألمانيا لمجموعة براكس البريطانية وتتوقع شيل اتمام الصفقة في النصف الأول من العام القادم الأمر الذي سيجعل المستقبل المنشأة الصناعية المهمة أكثر وضوحا بعض الشيء وكانت شيل أعلنت قبل سنوات عن اعتزامها بيع حصتها في المصفة وظلت إحدى المجموعة النمساوية هي المرشحة لشراء الحصة لكن عملية الاستحواذ التي تم الإعلان عنها في عام 2021 لم تتم لأن مجموعة روزنفيت الروسية التي تمتلك حصة تزيد عن 54% في المصفة استعانت بمبدأ حق الشفعة لمنع الصفقة